فمنتدلاتي بقى أي معامل حكومة متعامل فيها إيه؟ جماعة هو السشريف كل حاجة وقفة كل حاجة وقفة؟ كل حاجة وقفة تمون وقف تطايم كورونا وقف آه يعني أنت ما اتطعمتش؟ ما اتطعمتش لغير دلوقتي ما اتطعم كورونا الطعم إزاي وقفة؟ يعني أنت دلاتي تحط رقم القومي على الموقع بتاع الموقع التطايم في وزارة الصحة يقولك مش موجود؟ بابطاقة هتنتهي شهر عشرة أعمل إيه؟ ما نيش عارف ماشي؟ شهادة وفاة ماشي بشهادة وفاة ماشي ببلاغ وفاة خطوات اللي أتصلح بها أم ايه؟ الخطوات اللي أتصلح بها الخطوات اللي أتصلح بها رحت طلعت بلاغ الوفاة قبل أي حاجة قلت له لما بدee شهادة الوفاة رحت لأحوال المدينة أنا عاوس بلاغ الوفاة جاب لي بلاغ الوفاة ومرفق فيه صورة البطاقة بتاعتي منين يا أستاذ شريف ما نعرفش منين ما نعرفش فأنا الوقتي ماشي دلوقتي يعني أنت روح تلاقيت في حد عامل بلاغ وفاء وفي صورة بطاعتك بنفس صورة بطاعة ومحضر إثبات حالة بنفس الوقع في محكمة بورسعيدة يا أستاذ شريف محكمة بورسعيدة بتولى على كل شيء محضر رسمي أنت مالكش أي علاقة ببورسعيدة ولا أي حاجة ببورسعيدة خالص ليا ديت بطاعتك لحد قبل كده ولا أي حاجة بطاعتك كانت مع واحد مذكور في المحضر دا مذكور في المحضر دا ما تعرفش أنت لا عارفه يعني أنت في خصومة بينك وبين حد لا ما فيش خصومة ولا حاجة دا هي كانت بطاعة عنده اللي خلص مشكلة وخلاص بطاعة عندك بتعمل ايه كنا عاملين قضية مراس عنده قضية مراس قضية مراس أنت هو مشتركين فيها لا مش مختلفين فيها كنا عادين في بيته وبيخلص لنا قضية مراس دا الوحيد اللي أخذ صورة بطاعة خد البطاعة عشان يخلص لك بيها صورة خلص لك مراس فبقيت تدلقتي عليك مراس بقيت تويرس فأنا دلوقتي ماشي بالأوراق دي كلها دلوقتي لأنا عارف أعمل شهادة إعادة قد ولأنا عارف أعمل بطاعة ولأ عارف أطعم بكرونة ولأنا عارف أعمل أي شيء خالص جميع المصالح الحكومية أستاذ شريف كلها مش معترفة بيك جميع لا معترفة معترفة بإيه معترفة بالورقة اللي طلعت دي ومش معترفة بني بأننا موجود وبطاطك وبطاطك مش معترفين يقولك لأ أخنا بتططك رحت يمدير الصحة في المنزل أنا عايزة أعمل القيد أعمل أعادة قيد تاني أنا بجري دلوقتي على أعادة قيد أنا لو توفد دلوقتي أستش شريف أندفن إزاي دلوقتي أندفن إزاي أنا بناشد السادة المسؤولين في هذه الوقت أعادة قيد دي أعادة قيد ليك مرة تانية أه مال إيه يعني حقاشت أنا موجودة أنا موجودة اللي أنا فهمه أنك هتعمل تصحيح للوضع ما تعملش أعادة قيد من أول وجدي طيب يعني إن الشبكة المعلومات وفاة بتاعت السجل المدني وفاة تتسحب من عليها شهادة الوفاة دي صح تتغير تتغير تتشال تتزال الوفاة دي وتتعمل من جديد انت حاولت تعمل التحصيح ده ولا عملت أعادة قيد من أول يعني أعادة قيد جديد لني أنا ما عملتش أعادة مش عارف أعمل أعادة قيد أستش شريف أعمل أعادة قيد إزاي أنا مش عارف أنا بقالي النهاردة 16 شهر بجري عشان أعمل قاعدة قد وعمل بطاقة أمشي بها مش عارف رحت المنزلة ورحت الأحوال المدنية في العباسية وقالوا لي بعد ما أخذوا الأوراق ورد علينا بعد 15 رام بعد 15 بعد شهرين قالوا لي مشكلتك في بورسعيد مش عندنا في العباسية رحت بورسعيد لو زالت الصخف بورسعيد قالوا والله والله ما أنا أعمل لك أعادة قيدة لما أجيب لجواب من المحكمة المحكمة مالها وما الأعادة تطقيق طب أنا فاهمني عشان أبقى فاهم عشان الناس تلفن برضو نحاول نحل المشكلة جواب المحكمة يعمل ايه يقول لي هات لجواب من المحكمة بأننا أعمل لك أعادة قيدة طب المحكمة مالها وما الأعادة تطقيق المحكمة ده إجراء ضد المحكمة وضد المتهمين انت مالك يا وزارة الصحة بالمتهمين انت ليك دعوا بعد ترقيد الغلطة اللي انت عملتها